بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الحمد وعلى آله وصحبه يدمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما أسفك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه يومه للأمامة في هذه الآية الكلمات فيها بيان اعتقاد كثير من الناس أن الله تعالى إذا وسى على عبده في الدنيا وأكرمه ونعمه بأن رزقه مالا أو جاها أو سلطانا أن هذا دليل على محبة الله له وأنه قريب من الله وأن الله سيكرهه في الآخرة وكذلك أيضا يعتقد كثير من الناس أن الله تعالى ضيق على عبده الرزق وكان فقيرا أن هذا دليل أو ضيق عليه الرزق أو ابتله بالمرض أو بغير ذلك مما فيه وشقة عليه في الدنيا أن ذلك دليل على إهانة الله له الله تعالى نفى هذا الاعتقاد فقال سبحانه وتعالى فأما الإنسان فأما الإنسان الإنسان الجيس المرضى بالجيس إذا ما ابتله ربه إذا ما ابتله يعني اختبره وامتحنه بيان الله تعالى هذا اختبره وامتحنه فليس توسيع الله على العبد فليس توسيع الله على العبد الرزق وبطاوه المال والصحة دليل على إكرام الله له وليس تضيق الرزق دليل على إهانته وإنما هو ابتله وامتحن واختبار ولهذا قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتله فأما الإنسان إذا ما ابتله ربه فأكرمه ونعامه هذا ابتله بالإكرام والتنعيم وأما إذا ابتله فقدر عن رزقه هذا ابتله بالتضيق فهذا ابتله وهذا ابتله كل منهم ابتله واختبار فالإنسان قد يبتل بالسراء ويبتل بالضراء ابتل بالسراء ويبتل بالضراء يبتل بالسراء ويبتل بالنعيم الله عليه في ما يسعى الله عليه في المال هذا ابتله وامتحن هل ابتله بالله هل كسب هذا المال وجوه المشروعة وأنفقه في الوجوه المشروعة وأدى حقه هذا المال أم لا فإن كان أدى حقه هذا المال وكسب وجوه المشروعة فهذا دل على إكرام الله له وهذا هو طريق السعادة وإن استعمل كسب هذا المال من وجوه المحرمة ومنع حقوقه وأنفقه في الوجوه المشبوهة والمحرمة فإن هذا الدليل على أن الله لم يرد به خيرا وكذلك إذا ضيق الله على العبد رزق ضيق عليه المال ولم يعطيه مالا وضيق الله عليه فإن هذا الدليل على ابتله وامتحن وليس لجعل أيهانة الله له في الآخرة بل هو ابتلاء وامتحان هل يصبر أو لا يصبر والله تعالى يغطي الدنيا من يحب ومن لا يغطي الدنيا إلا من يحب فمن أعطى الله والدين فقد أحبه فقد يبتل الإنسان بالمال فيكون فتنة وابتلاء فقد يبتل بالسلطان ولهذا قال الله تعالى عن سليمان عليه الصلاة والسلام لما جاءه عرش بالقيس قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر وأم أكفر ومن شكر فإنما أشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم فما منا إلا مبتلأ فمن أعطى الله الصحة فمبتل بصحته هل يستعملها في طاعة الله أو في معاصل الله تعالى ومن أعطاه الله المال فهو مبتلأ هل كسبه من جوه المشروعة وأدى حق هذا المال وأنفقه في وجه المشروعة أو كسبه من وجهه محرمة وبخل بما أجب الله عليه أو أنفقه في وجهه المحرمة وكذلك أيضا من أعطاه الله الجاه فهذا ابتلاء متحان هل يستعملوا في طاعة الله أو لا يستعملوا في معصية الله وكذلك من أصابه المرض فهذا ابتلاء من الله هل يصبر أو يتسخط قضاء الله وقدره فما منا إلا مبتلاء فما منا إلا مبتلاء قد يبتلاء ويكون في السراء والضراء يبتلاء بالمال هذا بالسراء يبتلاء بالصحة هذا بالسراء هذا سمع في طاعة الله يبتلاء بالجاه قد يبتلاء بالضراء يبتلاء بالمرض يبتلاء بالفقر فما منا إلا مبتلاء وقد يكون الابتلاء بالسراء أشد قد يصبر الإنسان في الضراء ولكنه قد لا يصبر في السراء ولكنه قال بعض السلف ابتلنا بالضراء فصبرنا أو ابتلنا بالسراء فلا نصبر والله تعالى سمى ذلك بابتلاء ジャي رزقه فيقول ربي أهانا كلا ردع وزجر فليس إكرام الله العبد وإكرام الله تعالى وإن عامه عليه بالمال أو بالصحة أو بالسلطان وإنما واختبار وإمتحان وكذلك ليس يبترى الله تعالى العبد بأن يقدر عليه رزقه أو يصاب بالمرض أو يصاب بالفقر هو الحاجة أو يصاب بالشدة للعلى إحانة الله بل هو ابتعان وابتحان ولها قال كلا فهذا الله تعالى فهذا الاعتقاد الذي يعتقده بعض الناس فإن الله تعالى يعطي الدنيا من يحبه ومن لا يحبه ولا يعطي الدنيا إلا من يحبه فمن أطاه الله دين فقد أحبه وقد يؤتى يؤتى المال المؤمن ويؤتيه الكافر ويؤتى السلطان المؤمن ويؤتيه الكافر ويؤتى ويصاب بالمرض المؤمن ويصابه الكافر ويصاب بالمرض المطيع ويصاب به العاصي وهكذا ولهذا قال الله فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا مبتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاني كلا ردنا سجم هذا اعتقاد كثيرا من الناس نفاه الله تعالى وبين أن ذلك ابتله وابتحان في الحالين ثم قال الله تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم أيضا في هذه الآية حسن على إكرام اليتيم واليتيم هو من فقد أباه دون البلوغ بأن يعطى حقه ويكون وليه الذي تولى مال ومن كان له مال أن ينميه حتى ينبو ويخرج زكاته وأن يحذر من أخره به من غير حق وكذلك أيضا حثر على تربيته والإحسان إليه كلا بل تكرمون اليتيم هذا حال كثير من الناس ولهذا أوص الله تعالى بإكرام اليتيم فهو سبحانه أرحم من ولدها بولدها ولا تحاضون على طعام المسكين هذا أيضا فعل كثيرا من الناس لا يحض نفسه ولا يحض وغيرها لأطعام المسكين بل يعرض عنه ويتكبر عليه ولكن من رزقه الله تعالى هذا هذا قصر حال إحسان من رزقه الله تعالى الاستقامة على طاعته فإنه يكن ملتين ويحض ويطع المسكين ويحض على يطعامه وتأكلون التراث أخيرا لما أيضا هذا حال بعض الناس يأكل المال والميراث ويأخذ نصيبه ونصيب غيره إلا ما رزقه الله لاستقامة على طاعة الله وتحبون المال حبا جمى وهذه طبيعة الإسان أنه يحب المال حبا كثيرا كما قال تعالى في ذلك وإنه لحب الخير لشديد فحب المال طبيعةه بالإسان ولكن المؤمن مع محبة للمال لا يكسبه إلى من رجوه المشروعة ويؤدي حق الله فيه ولا ينفقه فيما صلى الله عز وجل فيخرج عن هذه الحالة أما من اتبع هواه فإنه لا يبالي لا يبالي بكرام النتيب ولا يحض على طعام مسكين ويأكل ماله ومالا غيره ويأخذ ميراثا وميراثا غيره ويحب المال حبا يخرجه عما شرع الله له فيكسبه من وجوه المحرمة ولا يؤدي حقوقه ويوفقه فيما حرم الله عليه في هذه الآية الكلمات نفي الاعتقال كثير من الناس في أن الإكرام والعب دليل على أقرب العبد من الله وأن تضييق الرزق دليل على الهانة وفيه الحث على إكرام اللتين وفيه دليل على الحث على طعام مسكين وفيه دليل على الاتزام بطاعة الله وأن الإنسان لا أخذ إلا حقه من الميراث وفيه أيضا حث على تهذيب محبة الإنسان للبال وأنه يحبه محبة توافق الشرع ولا يخرج عن ما شرعه الله وكما أيضا سبق في الآية السابقة أن الله تعالى في أول السورة أن الله تعالى يقسم بما شاء مخلوقاته وأنه أقسم بالفجر ولا للعشر والشفع والوثر لما فيها من قدرة الله عز وجل وفيه فضل العشر النواخ من رمضان وفيها فضل العشر العوال من الحجة وفي هذه الآيات على على إقسام الله تعالى بهذه الأمور أنها فيها العظة والعبرة لمن له عقل السليم ولهذا قال سبقا هل في ذلك قسم من ذي الحجم وفيها وتعلم ترى كيف أربك بعاد في رمضة العماد وثمودة الذين جابوا الصخرة بالواد وفي العامة ذي الأوتاد فيها تحذير الله سبحانه وتعالى على عباده من أن يسركوا ومسك الظالمين قبلهم فيصبهم ما أصابهم ولهذا قص الله علينا أخبارهم لنحذرها وأن نستقيم على طاعة الله وأن نؤمن برسول الله وأن نعمل بشرع الله حتى نكون من عباد الله المخلصين نعم أسهل أحسن الله إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأذان باب إذا حضر الطعام وقيمة الصلاة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدع بالعشاء وقال أبو الدرداء رضي الله عنه من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال إذا وضع العشاء وقيمة الصلاة فابدعوا بالعشاء حدثنا يحيى بن بكيل قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدعوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم حدثنا عبيد بن إسماعيل عن نبي يسامة عن عبيد الله عن نافعن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء وحدكم وقيمة الصلاة فابدعوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام يعني حتى لا يحصل له تشريش حتى يأتي الصلاة وقلبه فارغ وهذا إذا كان يعني اشتدت حاجته إلى طعام وكان حاجته شديدة فإنه يتناول منه ما يسكن نفسه حتى يقبل على الصلاة ويأتيها وقد فرغ من حاجته أما إذا كان إنسان يعني لسه بحاجة فلا ينبغي الإنسان أن يقدم العشاء في وقت الصلاة يعني يتساهل فإذا سمع الإقامة وقربة الإقامة قدم العشاء وقدم غدا لا ينبغي هذا لكن عند الحاجة حتى يكون حاجته شديدة ومحتاجة أي يعني محتاج إلى لأكل الطعام ولو ذهب إلى الصلاة فصال يعني نفسهم فيها تشويش وليس فيها سكون فإنه يبدأ من العشاء في هذه الحالة نعم صلى الله إليك وقال زهير واهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإنه قيمة الصلاة رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مديني باب السابق انتها الشرح انتها ولا باقي فيه باقي أسطر يسير أحسن الله في آخر الحديث أحسن الله إليك قلتم حفظكم الله نفع بإلمكم في الباب السابق وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى لقوله أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ والصواب أنه صلاها كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله وجاء عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى فيُحمل على أنها نسيت وهي ثابتة بوصيته أبا الدرداء وأبا هريرة رضي الله عنهما بثلاثة أمور بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وأن يُوتر قبل أن ينام كما صلى يوم الفتح ثمان أركعات وصلى بأنس وأمه وصلى بعتبان الضحى لكنه كان لا يُداوم لألا يشق على أمته والسنة تثبت بالقول وبالفعل وبالتقرير فإذا حث على صلاة الضحى اكتفي بذلك ليثبات السنية ولو لم يفعله صلى الله عليه وسلم وفي باب إذا حضر الطعام وقيمة الصلاة قلتم حفظكم الله ونفع بعلمكم في هذين الحديثين دليل على أنه كان عادة أهل المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتعشون قبل المغرب وربما أخروا العشاء إلى بعد المغرب وكان هذا حال الناس هنا في نجد قبل سنين قبل أن تفتح الدنيا على الناس وقبل أن توجد الوظائف لما كان أكثر الناس فلاحين كانوا يتعشون بعد العصر أو بعد المغرب والغداء يكون في الضحى وليس هناك إلا أكلتان وكانوا بعد العشاء ينامون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يفعلون قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء أو إلى فراشه ولا يسهرون مثلنا الآن ويقول الأطباء إن العشاء الصحي هو ما كان الناس عليه سابقا حيث كانوا يتعشون بعد العصر أو بعد المغرب أما العشاء في نصف الليل فهذا ليس عشاء صحيا لكن الناس اضطروا إلى هذا من أجل الأعمال ومن أجل اتساع البلد فصار الناس لا يأتون إلا متأخرين بعد العشاء والمقصود من الحديث أنه إذا قدم العشاء أو الغداء أو أي طعام وقد أقيمت الصلاة فيبدأ بالطعام وقوله حتى أفرغ منها أن يأكل نهمته وحظه من الطعام لا ينبغي له أن يتعمد كما يتعمد الله في وقت الصلاة لكن إذا قدم فإنه يأخذ نهمة منه وكذلك إذا كانت نفسه تتوق إليه فلا بأس أما إذا كان نفسه لا تتوق فلا ينبغي له أن ينبغي له أن يؤخره نعم صلى الله عليه قوله حتى يفرغ منه أن يأكل نهمته وحظه من الطعام لأنه لو صلى صارت نفسه تتوق إلى الطعام فيكون ذهنه مشوشا وتكون صلاته مكروهة وقوله حتى يقضي حاجته أي يعني حتى تسكن نفسه ويقبل على صلاته وقلبه فارغ وهكذا لو كان يدافع بولا أو غائطا أو ريحا فإنه يبدأ بها قبل الصلاة حتى لا يتشوش ثم بعد ذلك يصلي وهذه الأحاديث تدل على أنه إذا حضرت طعام وقيمت الصلاة أو حضرت فإنه يبدأ بالطعام لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة فلكن لا ينبغي للإنسان أن يتعمد تقديم الطعام بعد الآذان فيقول لأهله آهات السفرة فهذا معناه تعمد ترك الجماعة لكن لو قدم له قدرا أو من دون طلب ونفسه تتوق إلى الطعام فإنه يبدأ بالطعام حتى تسكن نفسه ولا يتشوش ويقبل على صلاته وقلبه فارغ كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما كان يتعشى ويسمع الإمام يقرأ وهذا من فقه وكما قال أبو الدردائي رضي الله عنه من فقه المرء يقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ وقوله في أحاديث الباب إذا وضع العشاء أو إذا قدم العشاء أو إذا وضع عشاء أحدكم أو إذا كان أحدكم على الطعام كل فيه مراعاة ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ومثل حديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان والأخبثان البول والغائط فإذا كان بحضرة طعام فإنه يقدم الطعام وكذلك إذا كان يدافع البول أو الغائط أو الريح وكذلك المطر الذي فيه مشقة وإذا كان خائفا على نفسه أو خائفا على ماله أو أهله خوفا حقيقيا ليس خوفا متوهما فتكون هذه أعذار في ترك الجماعة ولهذا بوّب العلماء وذكروا أعذارا في ترك الجمعة والجماعة هذه منها لكن هل النفي في هذا الحديث للكمال أو للصحة أي لو صلى ونفسه تتوق إلى الطعام أو صلى وهو يدافع البول والغائط والريح هل صلاته صحيحة أم لا فيه قولاني لأهل العلم فبعض العلماء يقول لو صلى وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح أو نفسه تتوق إلى الطعام لا تصح الصلاة لأن النفي للصحة والمعنى لا صلاة صحيحة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان وذهب إلى هذا الظاهرية وجماعة وذهب جمهور العلماء إلى أن النفي للكمال أي لا صلاة كاملة وقالوا تصح الصلاة مع الكراهة وقال بعضهم يصليها مع الكراهة ويعيدها والصواب أنها صحيحة مع الكراهة والأفضل له أن يقضي حاجته من البول والغائط ويقبل على طعامه حتى لا يتشوش ويكون هذا عذرا له في ترك الجماعة في هذه الحالة أما إذا لم يكن له حاجة للطعام ثم دخل على أناس وقدموا الطعام فإنه يذهب ويصلي أما حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف فالمراد به نفي الصحة على الصحيح ومن صلى منفردا خلف الصف لا تصح صلاته فلابد أن ينضم إليه واحد قبل أن يسجد فإن صلى وحده يعيد فإن صلى وحده يعيدها أي بطلت صلاته على الصحيح وذهب بعض أهل العلم لأنه إذا لم يجد مكانا وضاقت به الحيل صحة الصلاة للضرورة ويرى هذا الشيخ الإسلام بن تيمية وهو رواية عن الإمام أحمد والصواب أنها لا تصح وعليه أن يحاول المراسة في الصف أو يأتي عن يمين الإمام فإن لم يجد ينتظر حتى يأتي أحد يصف معه ويكون معذورا قبل أن يسجد حسن الله ملك أم قبل أن يركع لا تصح صلاةه ولابد أن ينضم إليه واحد قبل أن يسجد السجود حسن الله باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيديه ما يأكل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمر بن أمية أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يأكل ذراعا يحتز منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضى قلتم حفظكم الله نفع بعلمكم الحديث السابقة فيها لا صلاة بحضرة الطعام وإذا حذر العشاء فابدأوا بالعشاء وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى الصلاة فطرح السكين وأقبل على الصلاة ويجمع بينهما بأن هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم أخذ نهمته من الطعام وأما الحديث التي فيها الأمر بالأكل قبل الصلاة فمحمولة على ما إذا لم يقضي نهمته ويحتمل أن يكون هذا الحديث صارفا للأمر في الحديث التي في الباب قبله من الوجوب إلى النجم ويكون الأحاديث التي فيها بدأوا بالعشاء يعني من باب الاستحباب ويكون هذا مؤيدا قول الجمهور بأن النفي ليس للصحة وإنما هو نفي للكمال فيكون إذا حضر العشاء فبدأوا بالعشاء على الاستحباب والصارف له عن الوجوب إلى الاستحباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعي إلى الصلاة وهو يحتز فطرح السكين وأقبل على الصلاة مثل ما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما من زمزم فالنهي ليس للتحريم بل للكراهة والذي صرف إلى الكراهة فعله عليه الصلاة والسلام من كونه شرب قائما والقاعدة عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي ليس للتحريم وقال بعضهم لعل المراد التفصيل بين إذا أقيمت الصلاة قبل الشروع فلاكل وبين إذا أقيمت بعده قوله فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين يشعر بأنه لو لم يدعى لاستمر في الأكل وفي هذا الحديث دليل على عدم وجوب الوضوء مما مست النار وأن الأمر بوجوب الوضوء مما مست النار منسوخ أو محمول على الند فكانوا في أول الإسلام يتوضعون مما مست النار فكل شيء تمسه النار يجب الوضوء منه ثم نسخ بحديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فنسخ الوجوب وبقي الاستحباب ومن الأدلة على النسق هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أكل لحما قد مسته النار ثم دعي إلى الصلاة فطرح السكين وصلى ولم يتوضى تفريق أحسن الله ملك الذي قاله بعضهم تفصيل بين إذا قيمت الصلاة قبل الشروع في الأكل وبين إذا قيمت بعده يعني أنه قبل يأكل وبعده لا يأكل أو العكس يعني لأن نبيه احتز ثم دعي إلى الصلاة يعني يصل قبل قبل يعني أن يدعى يعني معناه مشروع في الصلاة دعي إلى الصلاة فوجب ولا حديث أخرى فيها أنه الأمر بالأكل ببيع البلد بالعشاء فليك يحمل يحمل على لما دعي إلى الصلاة على نهمة وقيمة الصلاة ويحمل الحديث السابق على أنه قد شرع في الصلاة فيستمر فيه يستمر هناك حتى يأكل نهمة هنا ما بدأ في الصلاة دعي إلى الصلاة فإذا كان لم دعي إلى الصلاة فإنه بدأ وأما إذا كان يعني مستمر في عشاء فإنه يكمل نعم صلى الله إليك باب من كان في حاجة أهلي فوقيمة الصلاة فوقيمة الصلاة فخرج حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله تعني في خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة قلتم حفظكم الله نفع بعلمكم قوله مهنتي يقال فيها مهنة ومهنة وهذا الحديث فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يعاون أهله وليس كما يفعل بعض الناس فتجدهم تكبرا لا يساعد أهله ولا يعينهم ولا يتكلم إلا بصوت مرتفع بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله يتواضع معهم فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة وإذا كان الإنسان مشغورا بشيء أو كان في مهنة أهله أو يعمل في بيته نجارة أو حجالة أو سباكة أو أي شيء ثم جاءت الصلاة فهل يلحق هذا بالطعام فيقال إن ذهنه مشوش وإن له أن يستمر في العمل ويترك الصلاة أم أن هذا خاص بالطعام الظاهر أن هذا خاص بالطعام وأن هذا لا يلحق به ولو كان كذلك لما وجد الإنسان وقتا للصلاة فكل الأوقات شغل للإنسان فكأن البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن الإنسان إذا كان في عمل في بيته ثم يقيمت الصلاة أو حضرت الصلاة فإنه يذهب إلى الصلاة ولا يستمر في عمله ولا يقول إن ذهن مشوش مثل من قدم له الطعام فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إليها ولا يستمر في مهنة أهله وأما ما كان من الضرورات كالشيء الذي يفسد مثل الخبز يحترق وما أشبه ذلك فقد يذكر في الأعدار وكذلك الحارس الذي هو مستامن على مكان فإذا ذهب إلى الصلاة ضاع ما في المكان أو سرق فهذا عذر له في ترك الجماعة لأن الضرورات تقدر بقدرها ولا يقال هذا لكل أحد صلى الله إليك باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويدث رضي الله عنه في مسجدنا هذا فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصليه فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل شيخنا هذا قال وكان شيخنا يدلس إذا رفع راسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى هذه جسة الاستراحة صلى الله إليك قلتم حفظكم الله نفع بعلمكم قوله باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة أخذه من قوله إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة واستشكل أنا مالك الذي قال ذلك نعم واستشكل بعضهم قوله بنفي الإرادة لأنه لا يلزم منه أنه لا يريد الصلاة فلا تكون الصلاة قربة ونجيب بأنه ما أراد نفي القربة وإنما أراد أنه لا يريد أن يصلي في هذا الوقت وأنه يثاب على ذلك وقوله وكان شيخنا وكان شيخنا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى هذه الجلسة يقال لها جلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء وتكون بعد الركعة الأولى قبل أن ينهض للثانية أو بعد الثالثة قبل أن ينهض للرابعة اختلف العلماء هل هي سنة مطلقة أو تفرض عند الحاجة لمرض أو كبر فذهب بعض الشافعية وبعض العلماء إلى أنها سنة مطلقة أو تشرع أو تشرع أو تفرض نعم أو تشرع أحسن صلى الله عليه أو تشرع عند الحاجة لمرض أو كبر فذهب بعض الشافعية وبعض العلماء إلى أنها سنة مطلقة للكبير ولغير الكبير وذهب إلى هذا طائفة من أهل الحديث وهو ظاهر هذا الحديث سنة مطلقة أحسن الله أم مطلقة يعني سنة مطلقة يعني بجميع الأحوال مطلقة في حال الكبر هو حال الكبر الإطلاق للأحوال صلى الله عليه والمشهور مذهب الحنابل وعند كثير غيرهم أنها تفعل عند الحاجة إذا كان الإنسان مريضا أو كبير السن وقالوا إن مالك بن الحويل اثقادم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياة بعدما كبر وأسن وأخذه اللحم وقالوا ويدل على أنها ليست سنة مطلقة أنه خلى منها بعض الحديث كحديث أبي حميد وغيره وعلى كل حال فالقول بأنها سنة مطلقة له وجاهته وجلسة الاستراحة ليس فيها إشكال بالنسبة للمأموم ولكن بالنسبة للإمام فإنه إذا جلس سبقه المأمومون فماذا يفعل نقول يجلس قبل أن يكبر ثم ينهض بالتكبير حتى لا يسبقه المأمومون إلا إذا علمهم أفعال جلسة الاستراحة وقال لهم لا تعجلوا وذلك لا يتأتى إلا إذا كان المأمومون محدودين في مكان ليس معهم غيرهم لكن في المدن لا يمكن هذا المساجد الكبيرة ويأتي الناس ولا يعلمون أن الإمامة سيجلس جلسة الاستراحة باب أهل العلم والفضل يحق بالإمامة حدثنا يسحاق من نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو بردة عن نبي موسى رضي الله عنه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت عائشة رضي الله عنها إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فعادت فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كن صواحب يوسف فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي حدثنا عبد الله بن يوسف وقال أخبرنا مالك العنج بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس قالت عائشة قلت إن أبا بكر ذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت حفصة لعائشة رضي الله عنهما ما كنت لأصيب منك خيرا حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصالي رضي الله عنه وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي بهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الإثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبس ما يضحك فهممنا أن نفتتين من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر فتوفي من يومه حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن نسر رضي الله عنه قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فوقيمة الصلاة فذهب أبو بكر رضي الله عنه يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا فأومع النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا بن وهب قال حدثني يونس عن بن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه رضي الله عنه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر الرجل الرقيق إذا قرأ غلبه البكاء قال مروه فيصلي فعودت قال مروه فيصلي إن كن صواحب يوسف تابعه الزبيد وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليكم قلتم حفظكم الله نفع بعلمكم قوله في حديث الباب الأول مرو وفي رواية مري الخطاب لعائشة وقوله فاتاه الرسول يعني أتى أبا بكر الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث واضح في الاستدلال للترجمة فهو دليل على تقديم أهل الفضل والعلم أنهم حقوا بالإمامة من غيرهم ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الإمامة لأنه أفضل الصحابة وحقهم بها قدمه الصحابة للإمامة الكبرى استدلالا بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له لإمامة الصلاة وقوله ما كنت لأصيب منك خيرا أي لما رأت عدم موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لها وهذا ما يحصل بين النساء والضرائر وقوله إن كنا لأنتن صواحب يوسف فيه التحذير من كيد النساء وعدم طاعة النساء فيما لم يظهر فيه وجه المصلحة وهذا الحديث دليل على تقديم أهل العلم والفضل وأنهم حق الناس بالإمامة ولذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وقال مروا أبا بكر فليصلي للناس أكثر من مرة وقوله كأن وجهه ورقة مصحف يعني في الاستنارة والصفاء والجمال كما يدل عليه حديث أنس الذي بعده حيث قال ما نظرنا منظرا أو منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم والمراد المصحف الذي جمع فيه القرآن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان محفوظا في الصدور ومجموعا في الرقاع واللحاء ولم يجمعه الصحابة رضي الله عنهم في المصحف إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من قطع الوحي جمعه أبو بكر ثم عثمان رضي الله عنهما وقوله فنكس أبو بكر على عقبيه ليصر الصف أي لما كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستر رآه أبو بكر لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يراها الإمام إذا كان من جهة اليسار ولذا نكس أبو بكر وتأخر لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يراها الإمام إذا كان من جهة اليسار ولذا نكس أبو بكر وتأخر ظنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي ويتقدم فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أتم صلاتكم يعني استمر في مكانك على الإمامة وأرخى السطر فتوفي من يومه والشاهد أن أبو بكر رضي الله عنه لأنه هو الذي يصل بالناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حق الناس وأفضلهم وأعلمهم فدل على ما ترجم به المؤلف من أن أهل العلم والفضل أحق بالإمامة وقوله لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا يعني لم يخرج ثلاثة أيام من شدة المرض وقوله بالحجاب فرفعه يعني وهو في حجرته فظنوا لما كشف الحجاب أنه سيأتي لكنه أومع إلى أبو بكر أن يتقدم ورق الحجاب والشاهد تقديمه أبو بكر رضي الله عنه لأنه أفضل الناس وأعلمهم والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد ثلاث مرات أن يصلي أبو بكر رضي الله عنه بالناس لأنه أعلم الناس وأفضلهم فهو أحقهم بالإمامة صلى الله إليك باب من قام إلى جنب الإمام لعله صلى الله إليك صلى الله بالنسبة لتفسير سورة الآيات في سورة الفجر متى قال إن ما يصيب الإنسان من مصائب عقوبة أو ابتلا الله أعلم هذا عدد الله يعني ما يصف قد يكون كفارة وقد يكون عقوبة وقد يكون رفا لدرجاته من بين هذه الأمر الثلاثة هذا المهم عند الله لك الإنسان عليه أن يحتسبه وأن يتوكل الله عز وجل وأن يحسن الله النبي لا 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 هذا النووي وَمْرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَٰ هَلَّا أَخَذْتُمْ إِipesَابَا فَدَبَغْتُمُهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِيهَمْ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةَ فَقَالَ إِنَّمَا حَرُمْ أَكْلُهَا قَالَ أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة قال وحدثني أبو الطاهير وحرمالة قال حدثني أبو الوهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن عقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد بن نحو رواية يونس قال وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصداقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذوا إهابها فذبغوه فانتفعوا به قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة أخبرت أن داجينة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به قال حدثنا أبو بكر بن أبي الشيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الماليك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشات لمولات لميمونة فقال أن لن تفعتم بإهابها قلت بحص الله إليكم في هذه الأحاديث أن جلد الميتة يطهر إذا دبغ وأن الدباغ بمثابة الذكاء فكما أن الذكاة تحل الذبيحة فكذلك الدباغ يطهر الجلد وهذا هو القول الأول القول الثاني أن هذا خاص بمأكول اللحم بخلاف السباع كالأسد والنمر والفهد والقرد وغيرها فإن هذه لا تحلها الذكاء هذا هو القول الأول أن جلد الميتة يطهر إذا دبغ وأن الدباغ بمثابة الذكاء فكما أن الذكاة تحل الذبيحة فكذلك الدباغ يطهر الجلد وهذا هو القول الأول القول الثاني أن هذا خاص بمأكول اللحم لا وهذا هو القول الأول وأن هذا خاص بمأكول اللحم لسبق هذا هو القول الأول وأن هذا خاص بما أكون اللحم القول الثاني بعدها إذن نعدل هذه القول الثاني بخلاف السباع إذن أردنا أن ننقل لبارة هذه الأول القول الثاني أنها أن الحديث عام بما أكون اللحم وغير ما أكون اللحم ويأتي الكلم على السباع الثاني أن الحديث عام وليس خاص بما أكون اللحم الأول أنه خاص بما أكون اللحم والثاني أنه عام الضبار يطهر الجلد سواء كما أكون لحم وغير ما أكون لحم لكن عشان تعديل العبارة هنا كتبوها على هذا لكن يعدلون الآن بالتسجيل قلنا هذا إذا كنا ربارة لأنه مذكور خمس أقوال القول الأول أن جلد الميتة يطهر إذا دبغ وأن الدباغ بمثابة الذكاء طيب هذا خاص بما أكون اللحم في آخره نعم إذا أردنا أن ننقلها لفوق ما فيش كان لكن بدأنا بالقول الثاني وإذا نقلنا العبارة القول الثاني يبدأ في آخره هذا هو القول الأول وأن هذا خاص بما أكون اللحم القول الثاني أن الحديث عام مذكور خمسة أقوال طيب هذا القول الثاني القول الثاني لكن ما نقرأ العبارة أن هذا خاص بما أكل اللحم القول الثاني بخلاف السباع كالأسد والنمر والفهد والقبض والفهد والقبض وغيرها فإن هذه لا تحل لها الذكاء فكذلك لا يطهر جلدها بالدباغ طيب ماشي وفسروا الإيهاب بالجلد إن شاء الله إليك يكون القول الأول هو العام قول الثاني أن هذا خاص بما أكل اللحم بخلاف السباع كالأسد والنمر والفهد والقبض وغيرها فإن هذه لا تحلها الذكاء فكذلك لا يطهر جلدها بالدباغ وفسر الإيهاب بالجلد المعهود وهو جلد مأكل اللحم القول الثالث أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ مطلقا وأنه لا يحل استعماله ولعل هؤلاء لم يبلغهم الحديث القول الرابع أن جلد الميتة من كل شيء يطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير القول الخامس إلا الإنسان والخنزير والقول بأن هذا الحديث عام قول له وجهته وقوته مسألة جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر وقد اختلف أهل العلم فيما يستعمل فيه على قولين القول الأول يستعمل في اليابسات دون المائعات القول الثاني يستعمل في اليابسات والمائعات جميعا وهو الصواب يدل عليه قصة المرأة التي لقيها الصحابة حين نزلوا منزلا وليس معها ماء فذهبوا يطلبون الماء فوجدوا امرأة مشركة على بعير لها ومعها مزادتان من ماء فأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمزادتي الماء وهي مشركة ومعلوم أن ذبائح المشركين ميتة ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من مائها وهو مائع فدل على جواز استعمال الجد في المائع واليابس ودل على أن الدباء يطهر شد الماء مأكل لحم وغير مأكل لحم لأنها لأنها بحسن المشركين ميتة قوله داجنة الداجن هو ما يألف البيوت من بهيمة الأنعام أو من الطيور قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره أن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإيهاب فقد طهر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرون الناقيد وقال حدثنا بن عيين حا وحدثنا قوتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيزي عن ابن محمد حا وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى قال حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر حدثنا وقال ابن منصور أخبرنا عمر بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال رأيت على ابن وعلة السبئي فروا فمسسته فقال ما لك تمسه قد سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش رأيت على ابن وعلة السبئي فروا فمسسته فقال ما لك تمسه قد سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذباحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتونا بالسقاء يجعلنا فيه الوادك فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمر بن الربيع قال أخبرنا يحي بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير أنه حدثه قال حدثني ابن وعلة السبئي قال سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والوداك فقال اشرب فقلت أرأي تراه فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره قلت أحصل الله إليكم قوله الإيهاب اسم للجلد قبل أن يدبغ فإذا دبغ فلا يسمى إيهاب وفي هذه الأحاديث دليل للقائلين بأن جلد غير مأكول اللحم يطهر بالدباغ لعموم كلمة الإيهاب ومن قال إنه خاص بمأكول اللحم قال اللام للعهد فيكون الإيهاب إيهاب جلد مأكول اللحم وفيه دليل على استعمال الجلود في المائعات لأن الوادك وهو السمن مائع والقول بأنه لا يستعمل إلا في اليابس قول ضعيف نأكول على أن الدباغ يطهر الجلد ما أكل لحم وغير ما أكل عمو الأحادي نعم المشهور أنه جمر الحنابلها أنه خاص بما أكل لحم نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهما فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليس على ماء وليس معهما فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهما قالت فعات بني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية تيمم فتيمموا فقال سيد بن الحضير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فقالت عائشة رضي الله عنها فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقل تحته يعني ما هي بركتكم التي جعلها الله فيكم هذا الأخر كله والبركة من الله مفيدة عن نبي صلى الله عليه على مضعيب يبحثون عن عقل ما وجدوه وجدوه تحت البعير لا على مضعيب إلا الله نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاب وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن بشر عن هشاب عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابي في طلبها فهلك يعني ضاعة نعم فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة نعم وهذا بركة هذا يستطيعون كما سيأتي على أن من فقد الماء والتراب يصليه صلاة صحية قبل أن اشترعت تيمم صلوا سيأتي الكلام نعم قلت بحصل الله إليكم في هذا الحديث فوائد عظيمة منها جواز سفر الإنسان بزوجته وأنه إذا كان له زوجات يقرع بينهن فقال فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه إلا إذا سمحنا له بواحدة منهن الثاني جواز الاستعارة والسفر بالعالية لأن عائشة رضي الله عنها استعارت عقدا وسافرت به الثالث عناية ولي الأمر بأصحابه وعناية قائد الجيش بجنوده والتماس حوائجهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام من أجل التماس العقد لما ضاع الرابع جواز وضع الرجل رأسه على فخذ زوجته أمام أبيها وأنه لا حرج في ذلك الخامس جواز معاتبة الرجل ولده وتأديبه ولو كان كبيرا لأنه يطعن في خاصرتها نعم يعني عاتبها حبست الناس حبست الرجل نعم السادس أن تكنية الإنسان أباه ليس من العقوق لقول عائشة رضي الله عنها عاتبني أبو بكر ولم تقل أبي السابع أن الإنسان إذا فقد الماء والتراب فإنه يصل بغير ماء ولا تراب ولا يعد الصلاة لأن الصلاة كانت قد حانت وليس عندهم ماء ولم يكن قد شرع وقت إذن التيمم فصلوا بغير ماء ولا تراب فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم الثامنة هذا يسمى فاقد الطهورين فاقد الطهورين ما التوع والتراب طالما لا يقول أنه يعيد الصلاة يرانه لكن الصوانه لا يعيد فاقد الماء والتراب نعم مثل من حبس في مكان ولا عنده ماء ولا تراب ماذا يعمل صلي على حسب حالة بالنية قبرهم أن يتيمم على الجدار وهو أملس ما يفيد هذا ما يحتاج السكال منبلط والجدار المدهون ما في فايدة لكونه يضرب الجراب يضرب الجدار أما يكونه يتيمم على لما أراد أن يرد السلام تيمم الجدار الجدار من طين من طين ومن تراب نعم إن شاء الله إليه ويقال هذا أيضا في من فقد ما يستر عورته أيضا في هذه الحالة ذكروا للماء هذا نعم يصد نعم ما عنده سترة يصلي على حسب حالة لكن قال بعض الألماء إنه إنه يجلس لأنه أستر له وإذا كانت تنكشف عورته قائما ولا تنكشف إذا كان جالسا فإنه يجلس نعم الثامن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وأن هذا مما اختص الله به نفسه ولهذا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا يبحثون عن العقد ولم يجدوه فلما بعثوا البعر وجدوه تحته فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لأنه هو بشر فلا يستعقل عبادة وهو بشر عليه الصلاة والله وإنما هو رسول كريم يصدق ويطاق واتبع عمره ولكن لا يعبد فالعبادة حقه الله نعم قال حدثنا يحي بن يحيى وآبو بكر بن أبي شيبة لا ننسب لننبه إن شاء الله في المساء نرسل مساء في أبي داود وفي يوم الثلاثة إن شاء الله كافية الشافية كما نبهنا مساء الثلاثة المغرب للشاء الكافية الشافية القصيدة المقيم رحمه الله وأما مساء اليوم إن شاء الله في سنة أبي داود نعم قال حدثنا يحي بن يحيى وآبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه فقال عبد الله أولم ترى عمار لم يقنع بقول عمار قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال أبو قال قال أبو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه قال حدثني عبد الله بن هاشي من العبد لتخفيف التراب لأنه مقصود الامتهاد نعم قال حدثني عبد الله بن هاشي من العبد قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحاكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصل فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك فقال عمر اتق الله يا عمار فقال إن شئت لم أحدث بهذا قال الحاكم وحدثنيه بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه مثل حديث ذر قال وحدثني سلامة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم فقال عمر نولي كما توليت قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا النظر بن شمين قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزى قال قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء وساق الحديث وزاد فيه قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا ولم يذكر حدثني سلامة عن ذر حقنا أنه ولي الأمر أنه في خلافته وهذا من العجاب كيف يخفى هذا على عبد الله المسعود الله فيه قال فلم تجد الأنفة يمن مطيبة وهذا يدل على أن العالم الكبير قد يخفى عليه شيء من السنة ويعلمه من هو دونه وفي ذلك على أن الحجة في كلام الله وكلام رسوله وأن السنة حاكمة كتاب السنة حاكمة على كل أحد الصحابة وغيره فمن بلغه الدليل فعليه أن يعمل بالدليل ولو خالفه والخالفه نعم صلى الله إليك قلت بحسن الله إليك فذلك عمر رضي الله عنه نعم وكلام عمر وعن أم نسود قلت بحسن الله إليكم في هذه الأحاديث فوائد عظيمة منها أن العالم الكبير قد يخطئ ويعلمه من هو دونه فإن عمر وابن مسعود أن العالم الكبير قد يخطئ ويعلمه من دونه قد يخطئ الحق ويعلمه ويعلم حق أحسن الله إليك أن العالم الكبير قد يخطئ ويعلمه من دونه فإن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما مع جلالة قدرهما قد خفيت عليهم هذه المسألة مع وضوحها في الكتاب والسنة فلم تجدوا ما وذكر النووي رحمه الله أنهما رجعا عن هذا ولعل هذا هو الأليق فالحجة إنما هي في الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهم الحاكمان على كل أحد من الصحابة رضوان الله عليهم فمن دونهم قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل وقال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ثانيا أن ولي الأمر إذا منع بعض الناس من التحديث لمصلحة يراها فإنه يجب امتثال أمره ولي هذا قال وإن شئت يعني لا أحدث يعني توقف لما عليك من الحق إن من طاعة ولي الأمر قال لأن وليك ما توليت سمح له نعم نعم صلى الله عنك للفائدة أن الحجة إنما هي في كتاب الله قد تكون فائدة أخرى هذه أنا الأولى أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض الشيء والفائدة الثانية أن الحجة في نعم في فائدة نعم الحجة في كلامنا وكلام رسوله وأن العالم قد فائدة فائدة نعم وإن شاء الله واحدة نعم أتبعها بالفاء يعني فالحجة إنما هي في كتاب الله يعني ذكرها ثم ولعل هذا هو الأذيق فالحجة إنما في كتاب الله يعني قد تحتمل أنها تابعة لأنها خفية الثالث أن التيمم ضربة وحيدة للحدث الأكبر أو الأصغر الرابع أنه لا يمسح الذراعان في التيمم خلافا للشافعية بل يمسح الوجه والكفان فقط فقوله فنفض يديه أي فعل ذلك لتخفيف الغبار إذ ليس المقصود تغبير الوجه إنما المقصود لامتفال فإذا كان في يديه غبار كثيف نفخ فيهما حتى يخفف الغبار الخامس أن مسح الكفين عام لظاهرهما وباطنهما وليس للظاهر كما يظنه بعض الناس السادس أنه لا بد من الترتيب في التيمم لا بد من الترتيب في التيمم لكن هل يؤخذ الظاهرهما وباطنهما فإن الحديثة مسح الشمال على اليمين هل يؤخذ منه اللاهره الباطن مسح الشمال على اليمين مسح الشمال على اليمين والمشهور من فقع كلم فقع أنه أنه الظاهر كذا هل يؤخذ منه؟ هل يؤخذ منه؟ هل يؤخذ منه؟ هل يؤخذ منه؟ هنا ظاهر كفي في موضوع الباطن نعم كان في الباطن الظاهر كفي كان سبعة شيخ الشيخ عبدالله رحمه الله يرى كذا يقول يمسح الظاهر والباطن يرى هذا لكن ظاهر الحديث الآن أنه أن الذي يسح والظاهر ومسح الظاهر ظاهر كفي نعم هل يحتاج لقول بالباطن مسح الباطن يحتاج إلى الدليل لأن ظاهر الحديث مسح ظاهر كفي قلوا ظاهر كفي يعني لمسح الباطن نعم شخص وقال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر وظاهر كفي وهج poles هي وظاهر غير جaras غير المسح الأول والمسح الثاني كيف he مسح تعال ثم مسح الشمال على اليمين ايه الشمال مشح الشمال يعني ماسح الظاهر ما فيه ما يعني يشمل الظاهر فقط في النص لذكر مسح الشمال على اليمين يعني الظاهر قبل مسح الشمال على اليمين المراد به الباطل لأنقال وظاهر طيب وتفسير تفسير الكافية نعم في روايتين تقديم الوجه الكفين وفي السابقة تقديم الكفين على الوجه وظاهر كفيه وجهه وفي رواية فمسح وجهه وكفيه في رواية الأولى قال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه في رواية الثانية قال في مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه وفي رواية الثانية قال فمسح وجهه وكفيه بيّن المسح والظهر بيّن المسح والظهر ما فيه ما قلب مسح أظاهرهم ابطرهما حسن عمالكو في الترتيب 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 هذا في في الحادث الأكبر قالوا económه الترتيب في الحادث الأكبر في الحادث العصار في خلاف الحادث الأكبر فليس فيه ترتيب نعم نعم ببهض بلوجه ثم أكيد في الترتيب نعم قلت أحصى لكم السادس أنه لا بد من الترتيب في التيمم فنبدأ أولا بمسح الوجه ثم نمسح الكفين وذلك في الحدفين الأكبر والأصهر وفي بعض الروايات تقديم اليدين على الوجه ومسح الشمال ثم الوجه وهذا من تصرف بعض الرواة في الرواية بالمعنى يعني لا بد من الترتيب في الحدفة الكبر والأصغر وفي الغسل هنا ما يعني في الغضوء في الماء لا بد من الترتيب أما في الغسل فلا إذا نوى الحدثين لكن هنا في التيمم قلت ظاهرنا أنه يجب الترتيب في هذا وهذا لكن في حجية عمار وفي رد السلام في حدث الآثي فمسح وجهه وهذا هذا في الحدث الأصغر هذا الأصغر ما فيش كان لك هذا في حدث الأكبر هذا يجب الترتيب أو لا يجب نعم هو قال أنك صلى الله منك إن الواه لا تقرر الترتيب نعم نعم حسنا لك السادس السادس أنه لا بد من الترتيب في التيمم فنبدأ أولا بمسح الوجه ثم نمسح الكفين وذلك في الحدثين الأكبر والأصغر وفي بعض الروايات تقديم اليدين على الوجه ومسح الشمال ثم الوجه وهذا من تصرف بعض الرواة في الرواية بالمعنى وفي الحديث إبدأوا بما بدأ الله به لعلها لها روايتانا بإبدأوا أو أبدأوا أبدأوا لعل الرواية الراجحة أبدأوا على الإخبار هذا في السعي في السعي يروي هذا وهذا نعم صلى لك إبدأوا بما بدأ الله أو أبدأوا بما بدأ الله نعم لعل الحكم قد يختلف باب الأمر باب الإخبار إذا كان قال أبدأوا وقال إبدأوا دخلنا في موضوع الأمر ويختطر إيجاب إذلك لو علام اختلفوا ورجحوا والله وعلم أن رواية الإخبار أبدأوا بما أبدأ الله عليه إلا ما أبدأ الله به أبدأوا بما أبدأوا قد يقال الإخبار بمعنى الأمر ليس خبرا محضن وإنما خبر بمعنى الأمر نعم لكن هل يحمل هذا الإطلاق في فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم يحمل هذا على هذا بعضهم قد يكون إلا أبدأوا في رواية أبدأ يحمل على أنه خبر على أن الخبر بمعنى الأمر لكن بالحيثية العامة أن الإخبار من أفا عليه الصلاة والسلام خلاف الوجوب لكن جاءت جواهتان أمر وخبر يحمل أحده مع الأخرى والله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم قال مسلم وروا الليثو ابن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن ابن هورموز عن عمير مولى بن عباس أنه سامعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبي الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام قوله بئر جمل اسم مكان قرب المدينة وقوله فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام وفي لفظ آخر إني كارهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة هذا من باب الاستحباب وإلا فرد السلام وذكر الله جائز ولو كان على غير طهارة كما في الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وفي هذا الحديث أن الإنسان إذا عدم الماء فله أن يتيمم على الجدار وفي لفظ آخر عن ابن الصمة رضي الله عنه قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصى وحينئذ لا يحتاج إلى استئذان صاحب الجدار كما ذكر النووي رحمه الله أما من كان في البلد فليس له أن يتيمم ولو فاتته صلاة الجماعة أو خاف فواتها وليس له أيضا أن يتيمم في صلاة الجنازة أو خاف الجماعة أو الجمعة يضاف أو خاف فواته ما وليس له أيضا أن يتيمم في صلاة الجنازة فلا يصح أن يصلي على الجنازة ولا الجمعة ولا الفريضة عند وجود الماء بالتيمم لخوف خروج الوقت لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة ولا يصح التيمم إلا عند فقد الماء حقيقة أو حكما أو حكما أو حكما نعم أو وفي حجة لمن قال إن التيمم يرفع الحدث كالماء سواء بسواء ولا يبطل إلا بالحدث أو وجود الماء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلى هذا فله أن يتيمم قبل دخول الوقت وإذا تيمم فله أن يصلي به فريضة أو فريضتين أو أكثر إلى أن يحدث أو يجد الماء قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمارة رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلما رد عليه قلت ما حصل الله إليكم هذا آخر حديث ما بقي شيء قلت ما حصل الله إليكم في هذا الحديث دليل على أن الذي يبول لا يسلم عليه وإذا سلم عليه فلا يرد لأنه في حالة يكره فيها ذكر اسم الله صلى الله إليكم ثم باب الدليل على أن المسلم لا ينجس صلى الله عليه وسلم ما يجد ما يتيمم الصحيح في الحضر حتى حتى في الحضر الله قال فلم تجدوا ما فتيمم قول الصحابي اللي كنا حجة قول الصحابي قول الصحابي اللي كنا حجة صلى ليش قول الصحابي في خلافة يعني إذا لم يجد المسألة سنة فيوخذ بقول الصحابي نوصل إلى إمام أحمد رحيم الله ونمقدم قال بأله هذا قول التابع في خلافة سام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين ما بعد يقول الإمام بن حبان رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح ذكر خبر رابع يدل على أن تارك الصلاة متعمدا لا يكفر كفرا لا يرثه ورثته المسلمون لو مات قبل أن يصليها قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن ساعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك فكان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء وصلاها مع المغرب يستدر به المغرب على أنه على تأخر الصلاة من وقتها لا يكون كفرا لأنها نبي أخر وهذا جمهور من قال أنه يكفر يقول هذا هذا مرخص الله ما دون الله من أن يوخر المغرب حتى يوصلها مع العشاء ويوخر الظهر حتى يوصل مع السهر وهذا غير ما دون الله قال ذكر خبر خامس يدل على أن تارك الصلاة بعد أن وجب عليه أداؤها وإن ذهب وقتها لا يكون كافرا كفرا يكون ماله به فيئا للمسلمين لأنها كفر وخزبا من الله ويكون كفرا نعم قال أخبرنا أبو يعلا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن زيدة ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلم نستيقظ حتى آذتنا الشمس فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ ليأخذ كل رجل منكم راحلته ثم يتنحى عن هذا المنزل ثم دعا بالماء فتوضأ فسجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة ركعت الفجر نعم قال أبو حاتم في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عن الوقت الذي أثبته إلى أن خرج من الوادي دليل صحيح على أن تارك الصلاة إلى أن يخرج وقتها لا يكون كافرا إذا إذ لو كان كذلك لأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء الصلاة في وقت انتباههم من منامهم ولم يأمرهم بالتنحي عن المنزل الذي ناموا فيه والفرض لازم لهم قد جاوز وقته قد جاز وقته فأمرهم من تقول جاوز العل لأن فيه الشيطاء فقال فالحضر فيه الشيطاء نعم قال هذا لسبب نعم قال ذكر خبر سادس يدل على أن تارك الصلاة متعمدا من غير عذر لا يوجب عليه ذلك إطلاق الكفر الذي يخرجه عن ملة الإسلام به قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيئ وقت صلاة أخرى قال أبو حاتم في إطلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى بيان واضح أنه لم يكفر بفعله ذلك إذ لو كان كذلك لم يطلق عليه اسم التأخير والتقصير دون إطلاق الكفر دون إطلاق الكفر قال إذ لو كان كذلك لم يطلق عليه اسم التأخير والتقصير دون إطلاق الكفر قال أبو حاسم قال أبو حاتم في إطلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى بيان واضح أنه لم يكفر بفعله ذلك إذ لو كان كذلك لم يطلق عليه اسم التأخير والتقصير دون إطلاق الكفر قال ليس في تنوي تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت صلاة أخرى حديث قال أبو حاتم في إطلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى بيان واضح أنه لم يكفر بفعله ذلك إذ لو كان كذلك لم يطلق عليه اسم التأخير والتقصير دون إطلاق الكفر قال ذكر خبر سابع يدل على أن تارك الصلاة من غير نسيان ولا نوم حتى يخرج وقتها لا يكفر بذلك كفرا يكون ضد الإسلام قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن عن إمرال بن حسين رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من آخر الليل عرصنا فغلبتنا أعيننا وما إيقظنا إلا حر الشمس فكان الرجل يقوم إلى وضوئه دهشا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأوا ثم أمر بلالا فأذن ثم صلوا ركعتي الفجر ثم صلوا ركعتي الفجر ثم أمره فأقام فصلى الفجر فقالوا يا رسول الله فرطنا أفلا نعيدها لوقتها من الغد فقال ينهاكم ربكم عن الربى ويقبله منكم إنما التفريط في اليقظة قال ذكر خبر ثامن ينفي الريب عن الخلد بأن تارك الصلاة متعمدا من غير نسيان ولا نوم ولا وجود أذر حتى يخرج وقتها لا يكون كافرا كفرا يؤدي حكمه إلى حكم غير المسلمين قال أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا جوينية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى فيهم يوما صرف عنهم الأحزاب ألا لا يصلينا أحد الظهر إلا في بني قريضة فأبطأ ناس فتخوفوا فوتا وقت الصلاة فصلوا وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فات الوقت فما عنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين قال أبو حاتم لو كان تأخير المرء للصلاة عن وقتها إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى يلزمه بذلك اسم الكفر لما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته بالشيء الذي يكفرون بفعله ولعنف فاعل ذلك فلما لم يعنف فاعله دل ذلك على أنه لم يكفر كفرا يشبه الارتداد قال ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها قال أخبرنا يحيى بن عمر بالفستاط قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن عمه عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك الصلاة فقد كفر قال أبو حاتم رضي الله عنه أطلق المصطفى صلى الله عليه وسلم اسم الكفر على تارك الصلاة إذ ترك الصلاة أول بداية الكفر لأن المرأة إذا ترك الصلاة واعتادها واعتاده ارتقى منه إلى ترك غيرها من الفرائض وإذا اعتاد ترك الفرائض أداه ذلك إلى الجحد فأطلق صلى الله عليه وسلم النهاية التي هي آخر شعب الكفر على البداية التي هي أول شعبها وهي ترك الصلاة كفالة هذا تجير عايد الحالة في الدسقالة إن شاء الله وفق الله الجميع تكتب أن تلك الصلاة والمحمد